نفس ما قلنا عندنا CB-CV بتساوي NR هذي 4 EDL وعندنا ملاحظة أخرى بتقول أن CBM منس CVM بتساوي R نجونا للملاحظة الأولى اللي هي CB-CV بتساوي NR كيف CB-CV بتساوي NR لما نحن عرفنا أن CB السعر الحري عنده الضغط هي عبارة عن من؟ عن ΔH على ΔT مايس CV اللي عرفنا أن هي عبارة عن ΔE على ΔT بتساوي NR تمام عرفنا من قانون الأول للثيرموديناميك إن الدلتا هي عبارة عن الدلتا E زائد من؟ زائد دلتا في NRT طبعا NRT هي مكان من؟ هي مكان البي V أو البي دلتا V من معادلة الغاز المثالي إن البي V هي نفس NRT فنقولوا أن الدلتا في هذه الحالة بدل ما نحط هنعوض قيمتها هي عبارة عن الدلتا E زائد دلتا NRT على الدلتا T هذي مكان من؟ مكان الدلتا H ماينس الدلتا E على الدلتا T مفروض تساوي NR تمام بما أن المقامات متوحدة هي دلتا T دلتا E ماينس دلتا E حيمشي مع بعض هكذا عندنا دلتا NRT ففرضنا إن NR ثابت والتغير هو في درجة الحرارة في الدلتا T هتساوي NR كيف لأن الدلتا T هتمشي مع الدلتا T فهذه قاعدة مهمة تعرفها أو تعرفوها إن CB مينس ZV بتساوي NR نجو للملاحظة الثانية اللي هي CBM مينس CVM بتساوي R طبعا CVM هي السعة الحرارية الموليرية عنده ثبوت الضغط والCVM هي السعة الحرارية الموليرية عنده ثبوت الحجم عنده ثبوت الحجم بيساون شنو بيساون R طبعا نحن عارفين إن السعة الحرارية الموليرية هي عبارة عن من هي عبارة عن السعة الحرارية لما نقسمها على عدد المولت إذن هي بتساوي ال-N-R على ال-N بتساوي ال-R لأننا نحن عرفنا أن السعر الحرير الموليرية بتساوي السعر ال-N وال-C عرفنا الفرق بين ال-C-B ماينس ال-C-B بتساوي N-R لما نقسمها على ال-N هتعطينا شنو؟ هتعطينا ال-R هنعوضو نوضحوها أكثر فنقولو أن ال-C-B-M ماينس ال-C-B-M هي عبارة عن ال-C-B-C-V مزبوط على عدد المولاد ال-C-B-C-V هي N-R على N إذا النتج حيعطينا شنو R هذه القواعد مهمة جدا يساعدلنا في حل المسائل نعرفوهن أن الفرق ما بين ال-C-B-M وال-C-V هو N-R والفرق ما بين ال-C-B-M وال-C-V-M هو عبارة عن R تمام عندنا ملاحظات أخرى على قوانين ال-Q يقول لي فور ون مول فور ون مول هذه ملاحظة مهمة فور ون مول ون مول يعني لما يجد عندنا مول واحد لما يجد عندنا مول واحد اوف مونو أتمك جاس للمونو أتمك جاس ون مول اوف مونو أتمك جاس لما يجد عندنا واحد مول لغاز أحادي الظرة طبعا نحن ما عندناش غاز أحادي الظرة فقط الغاز أحادي الظرة يكون للغازات الخاملة أو الغازات النبيلة اللي هن المجموعة الثامنة في الجدول الدوري اللي هن الهليوم والنيون والأرجون والكريبتون والزينون والردون هذين فقط الغازات اللي موجودة في صورة الظرة أحاديهم الغازات هذين عندهم ملاحظة مهمة أو عندهم حاجة خاصة به يقول لي لما يجد عندنا واحد مول من غاز أحادي الظرة فإن السعة الحرارية المولارية عندها ثبوت الحجم يعني السيفي أم هي عبارة عن من عبارة عن ثلاثة على ثنين أر يعني واحد ونص أر يعني أي غاز وهذه الظرة يجد عندك منها واحد مول فتعرف أن السيفي أم هي ثلاثة على ثنين أر عندنا ملاحظة أخرى لكن لما يكون عندنا داي أتومك جاس إذا عندنا ون مول نفس الكلام واحد مول ولكن لدي أتومك جاس يعني غاز ثناء الظرة شو هو غاز ثناء الظرة؟ كباستي إز تلي إن السعة الحرارية المولارية هي سبعة على اثنين أر تزاوي سبعة على اثنين تمام؟ فهنا عندنا ملاحظات مهمة بالنسبة للموضوع هذا فيقول لي لما يجد عندنا غاز وحادي الظرة فإن السعة الحرارية المولارية عند ثبوت الحجم هي عبارة عن كم؟ عن ثلاثة على اثنين أر ولما يجد عندنا غاز ثناء الظرة فإن السعة الحرارية المولارية هي عبارة عن سبعة على اثنين أر والكلام هذا لما يجد عندنا واحد مول لما يجد عندنا واحد مول نجو ناخد اكزامبل على الكلام اللي قلنا هنقوموا الاخزامبل في الصفحة رقم سبعة تاش الاخزامبل في الصفحة رقم سبعة تاش الاخزامبل شن يقول 4.66 جرام سامبل افوتر ازهيت دفرومو سخنت من تمانية ونص الى اربعة وسبعين بوينت ستين درجة مئوية كالكوليت ذا امونت افهيت ابزوربت باي ذا ووتر احسب الحرارة الممتصة بواسطة الماء وعطانا ان الاس ووتر هي كام اربعة ومت مية واربعة وثمانين جول لكل جرام لكل درجة طبعا القانون اللي نحسب مننا لكيو نحن شنه هو القانون القانون يقول ان كيو بتساوي طبعا نختار ونحن خذينا ثلاث قوانين لحساب الكيو يأما باستخدام الهيت كباستي يأما باستخدام المولر هيت كباستي فنحن هنا عطانا كتلة وعطانا حرارة نوعية فالقانون المناسب هو الام اس دلتا تي اذا هنقول ان الكيو شنه بتساوي الكتلة عطانا لنا 466 جرام في الحرارة النوعية للماء 4.184 جول جرام درجة في الدلتا تي الفرق في درجة حرارة تي مايس تي واحد يعني هناخد ال74.60 نطرح منها 8.50 كلم هذا درجة ماوي تمشي درجة مع درجة مايس يمشي الجرام مع الجرام يفضل ناتج عندنا بالجول فنلقو قيمة الكيو بتساوي 1.29 في 10 5 جول لو حبينا نحولوها الى كيلو جول هنقسم عليه 1000 هتقد 129 كيلو جول تمام هنجو عندنا الى اخر في نفس الصفحة في الصفحة 17 الى اخر اخر يقول احسب كمية الحرارة التي يجب تسليطها لرافع درجة الحرارة ل 2 كيلو جرام من الماء كيلو جرام من 25 درجة ماء الى درجة الغلان اللي نحن كنا عارفين 100 درجة ماء وعطانا الحرارة النوعية للماء حرارة نوعية الماء ما قلنا حرارة نوعية الماء ما يش حفظ هي عبارة عن قيمة عطانا في المسألة المطلوب الثاني يعني يبي الزمن ل 2 كيلو وات طب هذي كلمة نفسونا عن بعض كيلو وات بروح أو هيتر بروح يعني سخان القدرة متاع 2 كيلو يعني شنو الزمن اللي ياخد سخان القدرة متاع 2 كيلو عشان يعطينا هذه الهيت أو هذه الطاقة نجو بالنسبة للمطلوب الأول المطلوب الأول اللي هو طلب مننا نحسبه شنو نحسبه الهيت الكيو نقولوا إن الكيو شن بتساوي طمعا نفس ما قلنا عندنا عدة قوانين ولكن ديما ناخد القانون لأسهل حاجة عندي اللي نقدر نتعامل معه ومطياته موجودات اللي هو مثلا هنا عطينا الام اس دلتا تي اثنين الام اللي هي اعطان لنا اثنين كيلو جرام من الماء شنو اثنين كيلو جرام من الماء معناها الفين جرام لما نحولها إلى جرام الحرارة نوعية متاع الماء اربعة بونت مية واربعة وتمانين جول نفس ما قلنا جرام ماينس ون درجة ماينس ون في الدلتا تي طبعا الدلتا تي قالي من خمسة وعشرين لدرجة الغليان يعني درجة الغليان هي مية ناقص الحرارة اللي كان عندها خمسة وعشرين درجة مئوي ما قلنا تمشي الدرجة مع الدرجة يمشي الجرام مع الجرام يفضل الناتج عندنا بالجول فنلاقو او ننتج اننا كمية الطاقة او الكيور كمية الحرارة هي عبارة عن ستمية وسبعة وعشرين ألف وستمائة جول تمام نجول المطلوب الثاني في المسألة نطلوب الثاني لنسأل ريب يحسب الزمن طبعا نحن ما خادناش أي معادلة في الحساب كمية الحرارة لها علاقة بالزمن ولكن انت ك طالب كيميا تدرس كيميا فيزيائية يجب أن تعرف كيف التعامل مع الوحدات لما قالي اثنين كيلو وات نين كيلو وات يعني الفين وات الوات هو عبارة عن جول لكل ثانية أو نقوله جول ثانية ماينس ون جول ثانية ماينس ون فهو يبي الزمن اللي ياخده هذا السخان أو هذا الهيتر لكي يعطينا طاقة مقدارة ستلاف وسبعمائة وستمائة وسبعة وعشرين ألف وستمائة جول يعني هانا اللعبة لعبة وحدات هنتعامل مع وحدات كيف بنحصل على الزمن نحصل على الزمن لما نقسم الوات على الجول نقسم الوات على الجول نحن عندنا الفين وات لما نقسمها على الكيو اللي هي كم الكيو اللي عندنا اللي هي ستمية وسبعة وعشرين ألف وستمائة جول الوات هو عبارة عن من نفس ما قلنا يعني حاجة عندنا ألفين جول آآ آآ ثانية ماينس ون على ستالاف ستمية وسبعة وعشرين ألف وستمائة جول لأ هنا العاكس العاكس هنقسم الجول على الوات يعني هتقعد الأصح إن نقوله عندنا ستمية وسبعة وعشرين وستمائة جول لما نقسمها على الفين جول ثانية ماينس ون حيمشي الجول مع الجول ويطلع الناتج عندنا بالثانية فتلقوا الناتج لعنكم هو 313.8 ثانية ونفس ما قلت لكم بما إن ما قد نشرح نحن قانون يحتوي على زمن ولكن نحن وصلنا مرحلة لازم كيف نتعامل مع الوحدات ونطلع منها المطلوب اللي طالب مني في المسألة على الرغم إن مرة القانون ما يكون مأخوذ بعد المثال هلا عنكم اكسرسايز اكسرسايز شنو يقول الايرون بار اوف ماس عندنا قضيب من الحديد الكتلة متاعة 869 جرام كل سفرهم بردة من 94 إلى 5 درجة موين هنا تلاحظوا إن التي 2 هي الخمسة والتي 1 هي الـ 94 كالكوليت هيت ريلايز إن كيلو جول بايدة مثل احسب الحرارة متحررة بالكيلو جول بواسطة شنو بواسطة المعدد طبعا هنا أنتم محتاجين تعرفوا الاسباسيفك ممكن تأخذوها من الجدول وممكن هي قيمتها قاعدة هي عبارة عن 0.444 0.440 جول يجرى 1 درجة 1 واللي حل الاسباسيز مزبوط الناتج يطلع 34349 4 جول أو ممكن نقول 34 399 كيلو جول نجول الاسباسيز اللي بعده أو معلش الأكزامبل الأكزامبل شنو يقول كالكوليت the value of delta e and delta h إذن أنت مطلوب منك تحسب delta e و delta h تمام شنو ما تعطي هنا لتسخين 55.4 جرام من لكزينون إذن عندنا كتلة نقدار ركم 55.4 70 جرام من الغاز اللي عندنا اللي هو شنو إكزينون سخن من T1 300 السلوك المثالي للغاز الحاجة الثانية and the heat capacity at constant volume and constant pressure are independent temperature وليفرض أن cb والcv مت الثرنش بالتغير في درجة الحرام طبعا لأن نحسب delta e عرفنا أن delta e هي عبارة عن كيمية الحرام عن ثبوت شنو الضغط واللي قلنا القانون المتاعها هي عبارة n c v m في delta t و delta اتش قلنا هي نفسها لك u b وبتساوي n c b m في delta t 3 م ثم ثم نحن نحن تول نحن 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 إذا سواء اي ولا ال delta h أنا محتاج نجيب عدد المولات وثم محتاج نجيب cbm ومحتاج نجيب cbm كيف نجيبون أول حاجة بالنسبة لعدد المولات بالنسبة لعدد المولات اللي هو هو عبارة نحسبوه من الماس على المولار ماس. من الكتلة على الكتلة المولارية او من الوزن على الوزن جزيء. الكتلة اعطان لنا كم? خمسة وخمسين بوينت اربعين. المولار ماس لكزينون لو مشي نرجده الدوري هنالقو اولا. اهتم كمسة متاع وواحد ثلاثين بوينت تسعة وعشرين جرام مول ماينس ون وهنا عندما جرام يمشي لجرام مع جرام. الناتج يطلع بالمول يطلع بوينت اربعمية اه بوينت اه اربعلاف ومتين وتسعة اش مول. تمام. انجو ركزه في الماس الاخرى. لكزينون. الغاز عند الوكزينون. اذا هو من المونو اتوميك. قاس من الغازات احادية ضرر. واللي قلنا ان السي في ام ممتاعه هو عبارة عن كم? عن ثلاثة على اثنين احر. اذا نقدر نحسب السي في ام لهذا الغاز. نقول هي عبارة عن ثلاثة على اثنين مضروبة في ثمانية بوينت تلاتمية واربعتاش جول كيلفل ماينس ون مول مينس ون. حنلقو قيمة السي في ام بتساوي اطناش بوينت اربعمية وواحد وسبعين جول كيلفل ماينس ون مول ماينس ون. تمام. انجو بعدين خدينا علاقة نحن ان السي بي ام السيعة الحررية مدرية عند ثبوت الضغط ماينس السي في ام السيعة الحررية مدرية عند ثبوت الحجم. شين بتساوي? بتساوي ار. تزبوط ولا? اذا من هذه العلاقة نقدر نقول ان السي بي ام هي عبارة عن من? عن السي في ام زائد الار. اذا من هنا نقدر نحسبه السي بي ام. هنرجع السي في ام اطناش بوينت اربعة سبعة واحد زائد الار تمانية بوينت تلاتمية واربعتاش يطلع الناتج عشرين بوينت تسعة وسبعين جول كيلفل ماينس ون مول ماينس ون. هذه هي قيمة من? قيمة السي بي ام. اذا قعدات السي بي ام موجودة والسي في ام موجودة طوى نقدر نحسبه الدلتة اي والدلتة اتش. بالنسبة للدلتة اي هتساوي. نرد للقانون. شنو هي الدلتة اي? هي عبارة عن ان سي في ام دلتة اي. عدد المولات حسبناه. بوينت اربعة اتنين واحد تسعة مول. في السي بي ام حسبناها اتناش بوينت اربعمية واحد وسبعين جول كيلفل ماينس ون مول ماينس ون. في الدلتة اللي هي اربعمية انا رسلت مية. الناتج هو مية كيلفن. كيلفن يمشي مع الكيلفن ماينس ون. المول يمشي مع المول ماينس ون. يطلع ناتج عندنا بالجول. فنلقو قيمة الدلتة اي اه معلش الدلتة اي خمسمية وستة وعشرين جول. نجو نحسبه قيمة الدلتة اتش. قيمة الدلتة اتش نفس ما الكلام هي عبارة نورد للقانون. هي كيو بي وتسوي ان سي بي ام في الدلتة اي اذا نقوله الدلتة اي اتش. هي عبارة عن عدد المولات بوينت اربعة اتنين واحد تسعة في السي بي ام اللي حسبنا قيمتها كان بالساوي السي بي ام عشرين بوينت تسعة وسبعين جول كيلفن ماينس ون مول ماينس ون طبعا هنا عندنا مول في الدلتة اي كذلك اللي هي ميت كيلفن. كيلفن يمشي مع الكلفن. المول ماينس ون يمشي مع المول. يطلع عندنا قيمة الدلتة اتش تمانمية وسبعة وسبعين جول. ان شاء الله هنتوقفوا لعند هذا الجزء وحاولوا نديروا فيديو اخر لاجزاء اخرى من المنهج. طبعا ان شاء الله نكونوا ما قصرناش في توضيح معلومات لهذا الجزء. واي حد عند اي استفسار ممكن ان اتواصل معي على الماسنجر. وان شاء الله بالتوفيق والسلام عليكم.